اشتركوا في القناة فإن معضلة التعاون لها وضع مختلف تباما فبالرغم من السعي الحثيف لحال تلك المعضلة منذ عهد داروين وحتى يومنا هذا فإنها لا تزال صامضة بل تزداد قوة يوما بعد يوم فقد اعتبرها داروين إحدى أهم الصعوبات المرشحة بقوة للإطاحة بنظريته كاملة رغم أنه كان يظن في ذلك الوقت أن التعاون مجرد ظاهرة شادة عن القاعدة الأساسية وأنها محصورة في بعض الحشرات الاجتماعية فقط ولعله قد آن الأوان لوقوع الأسوأ مخاوف داروين ما التعاون إذن؟ وما معضلته؟ وما مد انتشاره في الكائنات الحية؟ وما دوره المركزي في بناء الترابطات داخل النظام البيولوجي؟ وما دوره في حفظ صور الحياة كافة واستمرارها؟ إجابات هذه الأسئلة المهمة وغيرها هي ما سنكتشفه معا من خلال هذه السلسلة بإذن الله تعالى الانتخاب الطبيعي يعمل في الاتجاه المعاكس لوجود التعاون المتعاون هو أي كائن حي يدفع تكلفة ما من أجل تقديم النفع للآخرين ومساعدتهم ولذلك لم يكن من المتوقع وجود التعاون وانتشاره في عالم مادي قائم على المصلحة الفردية والصراع والتنافس من أجل البقاء لأن الكائن الحي يفترض به وفقا للرؤية المادية الداروينية أن يهتم بغذائه وتكاثره ونجاته من المخاطر وحسب وفي ظل هذا الصراع فلن يكون هناك مكان للتضحية من أجل العائلة أو الغرباء ولذلك حين صاغ داروين نظرية التطور وجعل الانتخاب الطبيعي الدافع المحرك لها كان ذلك نتيجة تصوره أن ظهور الأنواع الجديدة يحدث من خلال تنافس أفراد النوع الواحد على الموارد المتاحة لهم ومع ظهور التغيرات الطفيفة وتراكمها من جيل لآخر يظهر للوجود الأقل تكيفا مع بيئتهم والأكثر تكيفا ودائما سيستحوذ الأكثر تكيفا وذريته على النصيب الأكبر من الموارد ويكون بذلك قد دفع على أقل تكيفا نحو الإنقراض لأن الموارد لن تكفي الجميع بطبيعة الحال فعلى سبيل المثال لو أن هناك نوعا من الحشرات بني اللون يعيش طوال الوقت على أوراق خضر فسوف تعاني حشرات ذلك النوع من أخطار كثير من المفترسين إلى أن يحدث تغير جيني لأحد أفرادها يجعل لونه أكثر ميلا إلى الخضر وحينها سيختفي عن عيون المفترسين بشكل أفضل ويصير هو وذريته أكثر تكيفا مع بيئتهم ويكون الصراع على الموارد المتمثل هنا في المكوث على الأوراق الخضر محسوما لذوات اللون الأخضر على حساب أقاربها ذوي اللون البني ما يدفع الحشرات البنية إلى الانقراض نتيجة تضاء لحصتها من الموارد بمرور الوقت هذه باختصار فكرة الانتخاب الطبيعي التي عبر عنها بعد ذلك بعبارات مثل الصراع من أجل البقاء أو البقاء للأصلح فإذا كان التعاون يعني تقديم يد العون للآخرين ومشاركة الموارد معهم وكان الانتخاب الطبيعي يعني الاهتمام بالمصلحة الفردية على حساب الغير والصراع على الموارد لدفع الخصوم نحو الانقراض فلا شك إذن أنهما على طرفين قيض ولا شك أيضا أن وجود التعاون في الطبيعة كان من شأنه أن يرعب داروين الذي أسس نظريته على الانتخاب الطبيعي جولة في الغابة التعاون أم الصراع أيهما يعد الهيكل الأساسي الذي بنيت عليه صور الحياة كلها من وجهة نظر داروين فإن الصراع هو الأساس وهذه الأشجار في الغابة تتنافس باستمرار على موارد الماء والتربة وضوء الشمس فحصول شجرة على ميزة تمكنها من النمو أسرع أو تجعلها أطول يترتب عليه مباشرة منعها الضوء عن جيرانها من الأشجار الأصغر مما يؤدي إلى ضعف هذه الأشجار وموتها وإفساح الطريق لبذور الشجرة الأطول ووفقا لهذا التصور فإن لبنات النظام البيولوجي تتكون من الصراع والتنافس للاستئثار بالموارد ولم يتصور داروين حينها ولا الداروينيون حتى وقت قريب أن الأشجار التي تتسابق سيقانها فوق الأرض لحجب ضوء الشمس عن بعضها بعضا تتشارك جذورها تحت التربة في نهاية اليوم هذه المواد الغذائية المصنعة وذلك من خلال شبكة ضخمة معقدة تربط أشجار الغابة كلها تعرف حاليا بإسم وود وايد ويب لأنها تجبه إلى حد كبير شبكة الإنترنت التي نستخدمها نحن في نقل المعلومات والذي يقوم على إنشاء هذه الشبكة فطر صغير تمهد له جذور الأشجار الطريقة للأسفل ويكمل هو التغلغ لداخل التربة ليشيد هذه الشبكة التي تثبادل الأشجار من خلالها المواد الغذائية وتدعم فيها الأشجار القوية جاراتها الضعيفات حتى لو كانت من أنواع مختلفة ولا تربطها بها أي تصلة غرابة ليس ذلك فحسب بل إن الأشجار التي تصيبها الآفات ترسل تنبيها للأشجار المحيطة بها حتى تستعد بإنتاج مضادات للآفات قبل وصولها إليها الأمر الذي يقلل فرص الإصابة بها فهذه الشبكة ينتفع منها الجميع الأشجار والفطريات فالأشجار تحتاج إلى النيتروجين والفوسفور فيمدها الفطر بهما والفطر يحتاج إلى السكريات فتمده الأشجار بها وقد اتضح أن الأشجار الكبرى في الغابة التي كان ينظر لها سابقا على أنها الفائزة في الصراع أو أنها أشجار أنانية ازدهرت على حساب منافساتها الأقل تكيفا هي في حقيقة الأمر الأكثر عطاء وتعاون وأصبحت كل شجرة من تلك الأشجار تسمى بالشجرة الأم لأنها تمثل المراكز الحيوية في هذه الشبكة فهي الأكثر إسهاما وتواصلا مع غيرها وتتضرر الشبكة بقطعها أو موتها أيما تضرر وبذلك يظهر أن الأساس الذي تقوم عليه الحياة هو التعاون وليس الصراع لكن لو أردنا تصور نشأة الحياة في الغابة وفقا للمنطق الداروني حيث ستبدأ القصة بمجموعة أشجار صغيرة تتصارع للوصول إلى أكبر قدر من الضوء فلن توجد هذه الغابة أبدا وإن وجدت فسرعان ما ستزول أتدرون لماذا؟ لأن هذا الصراع سيؤدي إلى استهلاك مزيد من الطاقة في بناء السيقان الأطول بلا نهاية دون تجدد فائدة سواء الحاق الضرر بالجيران الأقصر ما يعني التناقص المستمرة لمخزون الطاقة الخاصة بإنتاج البذور فتكون فصيلة الأشجار الفائزة في هذا الصراع الأكثر عقما فينقرض هذا النوع الأطول من الأشجار لأنه عقيم بعد أن يكون قد قضى على الأنواع الأقصر منه فيكون مآل الصراع الفناء للبقاء وهذه الفكرة تناولتها أبحاث علمية كثيرة وتعرف بصم مأساة الموارد المشتركة وهي تعني أن التنافس على الموارد لا يؤدي بالضرورة إلى بقاء الأصلح وزوال الأقل صلاحية وإنما قد يؤدي إلى زوال الموارد نفسه أو زوال المتنافسين كلهم من حوله وعجائب التعاون في الغابة ليست مقتصرة على الأشجار فقط بل تشمل لحوش أيضا فكثيرا ما ترصد الكاميرات تصرفات غريبة غير متوقعة من الإيثار الذي يتجاوز فيه الفرد مصلحته الشخصية فقد نجد أنثى أسد تتدخل لتنقذ الضبيا صغيرا من مجموعة ضباع جائعة وبالرغم من أن الضبيا يعد فريسة مرغوبة لأنثى الأسد فإنها تعتني به وتحميه بدلا من أن تأكله وهذا دب ينقذ غرابا من الغرق وأي نفع يمكن أن يرجوه دب من إنقاذ غراب وهذه مجموعة أسود جائعة اجتماعات لفتراس عجل صغير فإذا بخطيع الجاموس يعود لهم ليلقنهم درسا قاسيا لن ينسوه وينقذ العجل الصغير ولا شك أن العودة لمواجهة الأسود الجائعة لتحرير هذا الصغير أمر في غاية الشجاعة والتعاون ولو تركنا الغابة وذهبنا إلى المحيط فسوف نصادف هناك بطلا خارقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى فقد سجل العلماء في إحدى رحلاتهم الاستكشافية هجوم مجموعة من الحيتان القاتلة على حوت رمادي صغير كان برفقة أمه ويبدو أن هناك من سمع صرخات الأم أو جلبت الحيتان القاتلة فأتى مسرعا من بعيد لينقذ الصغير إنه الحوت الأحدب هذا الكائن الجميل الضخط الذي يتراوح وزنه بين 30 و50 طن ويمكنه الضرب بقوة باستخدام زعانفه وذيله وقد ظل حوتان أحضبان يحولان بجسميهما بين الحيتان القاتلة وبين الحوت الرمادي الصغير لمدة 6 ساعات متواصلة وقد بحث بعض العلماء عن أية وقائع مماثلة سجلت خلال الستين عاما الماضية فوجدوا أن هذا سلوك متكرر للحوت الأحدب مع الحيتان القاتلة وأنه كثيرا ما يشتبك معهم لساعات طويلة قد تمتد في بعض الأحيان لما يزيد عن 20 ساعات متواصلة ويكون ذلك لإنقاذ فقمة أو أسد بحر أو حيتان من أنواع أخرى أو أية فريسة تستهدفها وهناك حالة أخرى لحوت أحدب اقترب من امرأة في الماء وظل يدفعها حتى صعدت إلى قريبها لوجود سمكة قرش بالجوار وهذا إثار لا نفع يعود منه على الحوت بل إنه يخسر الكثير من طاقته ووقته في مثل هذه المناوشات وقد يعرض نفسه أو صغاره للموت لكن هذه المخاطر كلها لم تثنه عن نجدة الآخرين ومساعدتهم بلا مقابل ولا يتوقف الأمر عند مظاهر التعاون والإثار فقط بل يمتد ليشمل العدل أيضا ففي إحدى التجارب وضع قردان في صندوقين بينهما فتحة صغيرة ووضع للقرد الأول حجر وللقرد الثاني ولبة مغلقة بها ست حبات بندق والقرد الثاني لا يمكنه فتحه لعلبة إلا إذا أعطاه القرد الأول الحجر وقد أعطاه الحجر وفعلا فتح القرد الثاني لعلبة التي ما كانت لتفتح لولا هذا التعاون وبالرغم من أن القرد حائز البندق كان يمكنه أن يتصرف بآنانية في هذا الوقت فلا يعطي شيئا للقرد الذي ساعده فإنه لم يفعل ذلك وعطى القرد صاحب الحجر ثلاث حبات بالضبط أي أنه قاسمه البندق بالعدل وعندما مر على استبدال قطعة بسكويت بقطعة بلاستيكية كانت معه كان راضيا بقطعة البسكويت التي أخذها في المقابل إلى أن شاهد القرد الآخر يأخذ حبة عنب مقابل القطعة البلاستيكية نفسها فلم يقبل بعد ذلك بأخذ البسكويت لأن هذا ليس عدلا ترجمة نانسي قنقر